السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يتجه إسماعيل رفعة صديقه أحمد لأداء صلاة الجمعة وأبل وصولهما للمسجد لاحظ رجلا يخلط زيت الزيتون بالماء ليبيعه للناس وعند دخولهما المسجد وجد المؤري يرتل آيات من سورة البروج وبعدها تحدث الخطيف عن شروط صحة الصلاة إذن هنا الوضعية سنجيز منها الأسئلة التالية السؤال الأول أصل كل آية من سورة البروج بمعناها إذن لدينا هنا آيات من سورة البروج وهنا معاني الآيات سنصل كل آية بمعاني المناسب ذات البروج إذن ذات البروج معناها النار الملتهبة أو يوم القيامة أم ذات الكواكب المنتظمة إذن ذات البروج معناها ذات الكواكب المنتظمة إذن نصلها عند ذات الكواكب المنتظمة اليوم الموعود هل هو النار الملتهبة أو يوم القيامة إذن يوم الموعود هو يوم القيامة النار ذات الوقود أي النار الملتهبة إذن النار ذات الوقود هي النار الملتهبة السؤال الثاني بناء على درس إذن هذا من التعلق في درس الله رئيب الشهيد بماذا ترد على الرجل الذي يخلط زيت الزيتون بالماء إذن درسنا في الدرس الله الرئيب الشهيد بأن الله رئيب على أفعال عباده إذن سنكتب هنا إن الله رئيب على أفعال وأوال عباده إذن هذا من درس الله الرئيب الشهيد نبين للرجل بأن الله رئيب على أفعالنا ولا يجب أن نغش التمرين الثاني السؤال الثاني عفوا بماذا لقب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن درس الرسول صلى الله عليه وسلم إذن لقب بالصادق الأمين إذن لقب الرسول صلى الله عليه وسلم بالصادق الأمين أو الصادق المصدوق إذن إما الصادق الأمين أو الصادق المصدوق حسب الدرس إذن لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عرف بعدم الكذب عند أومه منذ صغره إذن نكتب لأنه عرف بعدم الكذب منذ صغره إذن لأنه عرف بعدم الكذب منذ صغره لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عرف عند أومه بالصادق الأمين لأنه منذ طفولته عرف بعدم الكذب التمعين الرابع تحدث الخطيب عن شروط الصلاة أذكر ثلاثة منها إذن هنا سندكر ثلاثة من شروط الصلاة شروط الصلاة لن نذكرها كاملة بل سندكر ثلاثة مثل الإسلام استقبال العبنى استقبال العبنى دخول وقت الصلاة إذن هذه ثلاثة من شروط الصلاة الإسلام استقبال العبنى ودخول وقت الصلاة التمعين الخامس أرتب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن لدينا هنا حديث من حديث الرسول عليه السلام سنرتبها إذن أن الله المظلوم فإنها اتقي دعوة حجاب بينها وبين ليس إذن هذا الحديث معروف إذن هو اتقي دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب إذن نكتب اتقي دعوة المظلوم فإنها إذن نرتب الكلمات نقوم إلى الحديث اتقي دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب إذن اتقي دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب أو فإنها ليس بينها وبين الله حجاب التمريل السادس أضع العلامة في الخانة المناسبة إذن هنا لدينا عبارات سندع العلامة في الخانة المناسبة أي في صحيح أو خطأ العبارات الأولى الإسلام يكره الناس على ترك دينهم إذن هذا خطأ أن الإسلام لا يكره الناس على ترك دينهم إذن خطأ لا يحب الله الظلم ويعائب الظالمين في الآخرة إذن عبارة صحيحة ندعو العالم في صحيح ترك الغلام المؤمن دينه لما طلب منه ملك الظالم ذلك خطأ لأن علينا أن نتبت على الدين إذن خطأ أتبت على دين التوحيد ولا أشرك بالله شيئا صحيح أننا نعبد الله وحده لا شريك له إذن ننطئل إلى التمرين السابع أحدد معنى الآدان هو معنى الإقامة بكتابة صحيح أو خطأ إذن الآدان هو إعلام للذهاب إلى المسجد أو إعلام بدخول وقت الصلاة إذن الآدان هو إعلام بدخول وقت الصلاة إذن نكتب هنا صحيح وهنا نكتب خطأ الإقامة هي إعلام بالبدء في الصلاة أو إعلام بدخول الإمام إلى المسجد إذن هي إعلام بالبدء في الصلاة نكتب هنا صحيح وهنا خطأ إذن هذا تعريف الأدان والإقامة إذن الإصط والحكمة نأرأ الوضعية وبعد أن صلى الجميع صلاة الظهر جماعة تحت ظل شجرة كبيرة تناول أفراد العائلة وجبة الغداء ثم أخذوا يتجادبون أطراف الحديث وقال سمير سأؤم بتحضير الشاي كما أفعل دائما فضحك أبوه لا تمزح يا سمير فأنت لا تعرف طريقة تحضير الشاي ولم يصبع لك أن أعددته والآن عليك أن تعتذر لعمك وابنه فالرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الكذب ولو مازحا أحمرت وجنة سمير من الخجل واعتذر لعمه ولنبيل وذكره عمه بالصدء في أوله أسوة بالرسول الكريم حيث كان يلائبه أومه صلى الله عليه وسلم بالصادئ الأمين كما نصحه بحفظ لسانه من أول السوء والغيبة والنميمة إذن الثمين الثامن أضع علامة أمام السلوك الحسن إذن لدينا هنا سلوكات سنضع العلامة أمام السلوك الحسن أي السلوك الجيد أكذب على الأصدراء مرحا إذن هذا سلوك سيء إذن نضع العلامة أقول الحق ولو عن نفسي صحيح إذن هذا سلوك حسن أتحدث عن صديقي بما يكره خطأ هذا سلوك سيء أقول كماما نابيا أثناء اللعب خطأ هذا سلوك سيء ألتزم بالصدء في كل أحوالي صحيح إذن سلوك حسن أجتنب النميمة هذا سلوك سيء إذن نضع العلامة إذن ننتهي تسمي الأقتداء وانتهت زيارة نبيل عائلة عمه وفي طريق الهودة إلى المنزل تحدث مع أبيه عن صدء الرسول صلى الله عليه وسلم وأكد له أبوه أن الرسول الكريم اشتهر بالصدء أبل بعتته صلى الله عليه وسلم أي اشتهر بالصدء منذ طفولته سؤال ساسع أملأ الفراغ بالكلمات المناسبة إذن لدينا هنا خديجة بنت خويلد الصادق الأمين أومه إذن لدينا هنا نص سأملأ الفراغات بالكلمات المناسبة كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يلقب عنده إذن عند من كان يلقب كان يلقب عنده أومه إذن نكتب هنا أومه في الجاهلية بماذا كان يلقب بالصادق الأمين إذن نكتب هنا الصادق الأمين فلما علمت السيدة إذن السيدة خديجة بنت خويلد نكتب خديجة بنت خويلد بصدقه وأمانته عرضت عليه الخروج في تجارتها إلى الشام فقابل عليه الصلاة والسلام بذلك مقابل مئذار من الربح يصيبه إذن هنا ملأنا الفراغات بالكلمات المناسبة إذن هنا ينتهي درس ينتهي عفوا الفرد التربية الإسلامية الفرد الأول من الدورة الثانية للمستوى الثالث لدعم القناة المرجو الاشتراك وتفعيل زر الجرس لتصلكم كل الدروس